كان أداء مستقرا ومنطادما تيلة المباراة علينا أن نشير بصورة واضحة إلا أن العمل الجماعي كان مذهلا وصلنا في الشعوط الثاني تحكم في مسار المباراة ولعبنا بالطريقة المريحة لنا اعتمدنا على الهجمات المرتدة ويدرك الخصم أن نجيد ذلك أفلح الفريق في إغلاق كل الثغارات وذلك نتيجة لجهد جماعي كبير من المدافعين ولعبي خط الوسط وكدت أن لا أجري أي تغيير لأن اللاعبين على أرض الملعب لعبوا بمستوى متمثل علينا بقدر ما علينا ضد مانشستر يونيتد على ملعبه في مباراة دور الستة عشر لدوري أبطال يوروبا ونحن مرة أخرى ضمن أفضل ثماني أندية في أوروبا والانضبام مرة أخرى إلى أفضل ثماني أندية هو إنجاز متميز للنادي إذ يأتي بعد فوزه بالدوري الإسباني من الواضح أن موسمنا في الليجة كان متذببا الفوز بلقب الدوري كبدنا ثمنا كبيرا ولم يكن سهلا على أتليتيكو الفوز بلقب الدوري ثم يبدأ المهمة مرة أخرى لأننا لم نعتد الفوز باللقب وموصلة العمل للارتقاء بالمستوى لكننا بدأنا عقب مباراتنا ضد أوساسونا تنفيذ ما تحدثت عنه الشخصية التي كان عليها اتخاذ القرارات بدأت تتخذ قرارات هامة وتهيئت لنا بعد ذلك مجموعة من اللعبين هي على أتم الاستعداد لتحقيق أي شيء موسيقى موسيقى